إذا كنا نتحدث عن قوميين ديمقراطيين فنحن نناضل إلى جانبهم لنكون مجتمعات ديمقراطية في هذه المنطقة ولكن إذا كنا نتحدثون عن القوميين الشوفينيين لا أحد الشوفينيين لا لا اسمح لي إن الذين تحدثوا لحد الآن يتحدثون بمفاهيم إقصائية فالمفاهيم العرقية المركزة على العرق العربي ضد القوميات الأخرى والشعوب الأخرى ويتحدثون عن العروب التقافية وهي معناها أن كل من له تقافة ويتحدث العربية فهو عربي ويستعمل بذلك الكلئة الحديثة المغرضة الذي تم خلقه من تحدث العربية فهو عربي وإن هذا الاتجاه هو تدمير للهويات التقافية الأخرى وتدمير للآخرين ولا يمكن للشعوب الأخرى أن تسمح في هويتها ولغاتها التقافية الخطاب الذي سمعته من الأخ ومن الأخوين هو تعالي قومي ضد كل المجموعات نعم تعالي قومي لأنه لا يتحدثون عن حقوق القوميات الأخرى والشعوب الأخرى بل يتحدثون فقط عن العروب والعرب بمنطق شوفيني لا لا طب هذا هو الخطر بس أين شوفيني دقيقة نحن نتحدث يا سيد عن دولة عمية يا سيدي نحن نتحدث عن العروب الثقافية لا يا أحمد فيس الخطاب يعني نحن لا نستطيع لا نستطيع أن ننكر الرجل يقول أن العروب السياسية نفرت حتى العرب أنفسهم دقيقة العروب السياسية والتجارب نفرت حتى العرب وتحدث لك عن ما حدث في العراق وغير العراق نفرت حتى العرب أنفسهم بس دقيقة من فكرة العرب والعروب إذن الرجل معه حق عندما يتحدث عن العروب الثقافية الديمقراطية بالدرجة الأولى تعليق بصير هي الدواء لقد نفرت أكثر أكثر ليس بهذه الدقة هي بعض الدواء وليس كل الدواء أنا أقول التجارب القومية بين قوسين القومية بالنسبة عندما نقول المشروع القومي كلمة قومي تعني أو تجربة القومية الديمقراطية القومية دولة للقوم كلهم بالتحديد إذا كان العربي توكويسي إذن لن بس قلت أنت هناك مشروع قومي أو دولة قومية بالتحديد ديمقراطية لأنه كانت دولة لعائلة من قول دولة عائلة دولة لحزب دولة حزب دولة طائفة دولة الطبقة دولة بطيخن بسمر إلى آخره نحن نقول دولة قوم دولة قومية إذن بالتحديد باللغوي للغة العربية إذن هي دولة ديمقراطية معلش إمشان اللي ما بيعرف عربيتو شوين فاشكالي منضيف كلمة الديمقراطية بس هو عندما نصرح الدولة القومية معناها بالحكم حكما أصولا ديمقراطية إذا كان بعض التجارب القومية قد ارتكبت أخطاء في المشرق العربي فهذا ليس حجة على الفكرة القومية على الطموح المشروع لهذه الملايين كي ترى نفسها في دولة فيها وحدة وقوة ومنعة قومية وكرامة قومية وعزة مثل باقي أمم الأرض هذا ليس حجة لأن المسيحي المسيح تعى إلى المحبة والتسامر وحطى الحب وضع الحب قبل الإيمان بس إذا طلع واحد مسيحي قاتل هل معناها المسيحية باطلة المسلم أيضا إذا كان منحرف الإسلام حجة على المسلمون الإسلام مسلمين وإذن لا يمكن بذريعة هذا كلام حق أريد به باطل كما قال الإمام علي هذا الكلام لا يمكن بحجة أنه صار في أخطاء في بعض التجارب القومية أن ننسوا في الفكرة مثله كمثل أن النار خرقت كوخ لواحد إذا نلغي النار من الحضارة ما النار أساس الحضارة ولو حرقت كوخ ولو تجربة قومية أخطاءت نعود إلى النار لأنها أساس الحضارة ولن نستغني عنها أيضا مثل إذا واحد يا أخي اسمع يا أخي إذا كان واحد إذا واحد مثل أنا سأتحدث سأتحدث حقوق الأحرية لماذا تتحدثون فقط عن أروبتكم فقط لا 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 الأكثرية أنت ديمقراطية سيدنا سوفيني أنا أتحدث لأنني أنا ديمقراطي يا أستاذ لأن الأكثرية عرب في هذه المنطقة قبل أن أتحدث عن تركمان في عشر تركمان موجودين في شرق عمص في سوريا لا أدري وين مع اعترامي للكل سأتحدث عن عرب سوريا الذين نشكلون 90% من هذا الشعب والعراق والعراق والأرقان إذن أنا من باب الديمقراطية يا أستاذ حسن أطرح مشكلة الأكثرية أولا عندما يكون هناك مشكلة تخص 90% من الشعب في كل دول العالم الإنسان يبدأ فيها كأولوية ولا يبدأ بأولوية بمشكلة تخص 2% و 10% فقط هناك مثل فرنسي أنت تعرف فرنسي المغاربة أنت شو عم تساوي عم من زت لأنه تجارب قومية ارتكبت أخطاعة من زت الطفل البريء مع الغسيل الوسخ لا الغسيل الوسخ من زته وأتملاقي بس الطفل من صارعه من الدهموج نرجع للتجربة القومية أما بالنسبة للأقليات بالنسبة للحقوق الثقافية نحن مع الحقوق الثقافية كما فعلت البريطان نحن مع قيام لكن ليس وليس من أجل عيون عشرة زعران كما قلت لك في كل بلد يريدون بإسم يعني هذه الحركات زعران اكثرها نعم تيارات انعزالة يلعب فيها أجلبي وينعب فيها التعصب أو الجهل لأنهم جاهلين انظر ماذا صاروا بالهركيين الجزائر ماذا صار مصير جيش لبنان الجنوبي تستقيق Gegen ماذا كان مصير جيش لبنان الجنوبي عملاء في إسرائيل والآن يقيمون دول إسرائيل لأهم كعبيد ماذا كان مصير الهركيين الذي نخاله مع الاستعمار الفرنسي هذا كله هذا مصير إما يحركهم هذول أقول جراني إما يحركهم الجهل وإما يحركهم تعرف شو التعصب الأهمى وإما يحركهم مصالح أدوات للأجنب جميل سيد حسن بدل قصر هل أنت مع الآن مع النغمة الموجودة في المنطقة العربية الكل يتفاخر كما قلنا قبل قليل به أنا إسباني أنا فرنسي أنا أمريكي أنا كذا المنطقة العربية الآن أنا شيعي أنا سني أنا كردي أنا أمازيغي بس أنا خذيني أسألها يا أخي مرة وزيرة بريطانية قالت نكتة عن الباكستانيين في بريطانيا طارت من مكانتها أو طارت من منصبها خلال خمس دقائق نحن ما عنا شغل وعمل إلا دق أسفين بين الطوائف الآن يا أخي أين هي من هذا الحديث المساوات وعدم التمييز بس دقيقة أين هي المساوات وعدم التمييز وهي مبدأ من المبادئ التي توصلها المجتمع العالمي الآن المساوات بين الناس بدون أي تمييز بسبب اللغة والدين والعلم أين هي المساوات بين اللغات والتقافات أين هي المساوات بين الشعوب كبيرها وصغيرها الإعلانات التي توصلت لها الأمم المتحدة وشعوب العالم في إطار تفاهم تقول بكل وضوح احترام الكلام الإنسانية واحترام الشعوب كبيرها وصغيرها وفي خطاب القوميين الشعوبينيين العرب أنا لست شوف أستخير أنا قومي دينقراطي ليس هناك نهائيا حديث عن المساوات وعن الحقوق بل هناك تفكير بمنطق قنبلة من يخالف تحطيم من يخالف على شكل تدمير أين هؤلاء القوميين الشيوفينيين لماذا لا يتحدثون ولو مرة واحدة عن حقوق الشعوب الأخرى من قال لك لا يتحدثون لا أبدا لا يفعلون الدكتور جمالي أتأسي زعيم قومي سوز رحظة أسمع الناس الذين يدافعون هناك قوميون ديمقراطيون يتحدثون على أساس مبادئ هناك مبادئ يجب احترامها احترام المساوات وعظم تميز احترام المساوات بين الشعوب بين اللغات والثقافة هناك من يدعو إلى قضاء على جميع اللغات اللغات في هذه المنطقة لا أخي مثلا أنت حصلت على حق في المغرب عندك كلها فيه تقدم إيجابي وفي الجزائر حيث الأمازيغ يمثلون العغلبية ويجب أن نعرف ذلك لا في الجزائر أقلية لا 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 الأغلبية ليست هناك إحصاءات كل الإحصاءات لا أعرف ما يجل المغاربة عندهم خمسة وخمسين بالمئة في الجزائر ثلاثين بالمئة ماذا فعلت شوريا بالنسبة للأقليات والشعوب الأخرى ماذا فعلت البندان الأخرى ثم هناك التقدم الحاصل في شمال إفريقيا حصل فعلا تقدم مهم رغم أن هناك عرقلة وهناك تألب القوميين العرب الشوفينيين من المشرق وهناك ديموقراطيون لم يحصل ذلك في العراق رئيس العراق الآن كوردي وهلا يمثل فيه المئة من الشعب العراق ولكن من يتسارع الآن في العراق الشياء والسنة وهم عرب هل جماعتهم العروبة؟ لأن العروبة كما هؤلاء الشياء مزيفون وزنة مزيفون وغيره من الحوميين الشوفينيين العرب هي عروبة مدمرة إذا كانت شوفينية يجب أن تكون عروبة ديموقراطية لكي ننتقل من مجتمع استبداد إلى مجتمع ديموقراطي والمقارنة ما بين المنطقة فيها عد 15 دولة أكثر ومنطقة ودولة فرنسا هي مقارنة في غير محلها هناك سلطة وهناك مواطنة وهناك حقوق وفي هذه المناطق هناك احتكار التروى واحتكار السلطة واحتكار القيم وهذا مهم جدا وفي احتكار القيم يدخل أن هؤلاء عرب تقافة أمازين لهم عروبة تقافية إذا لا حاجة بهم إلى لغتين ولا إلى تقافتين التعريب يا أخي تدمير المولى الإساني القضاء على اللغة على لغات الأم هو تفقير للبشرية كما يقول إعلان مكسيكو أشكرك جزيلا شكرا أشكرك